السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا يقول قائد أنصار الله يعلق على ما حدث لرداع ويؤكد أبناء رداع سيخرسون الأمريكي والإسرائيلي وإلى التفاصيل علق قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي اليوم الخميس على حادثة رداع متوجها بالعزائي والمواساة لكل أسر الشهداء من أصحاب تلك المنازل وقال حوثي في خضابه الأسبوعي الذي يخصصه للحديث حول آخر التدورات أن ما حصل في هذا الأسبوع في مدينة رداع هو استهداف الأمنيين نتج عنه استشهاد اثنين منهم فكانت ردد الفعل من بعض الأمنيين بالاعتداء والتصرف الهمجي وغير القانوني وتفجير منزل تراسقه منازل أخرى فكانت المأساة باستشهاد وجرح البعض من الأهالي وتضرر منازلهم وتهدم البعض منها وأكد أنه وجه بعد ذلك على الفور الجهات الرسمية المعنية باتخاذ الإجراءات ضد المتوردين في الاعتداء والتسريع بالتعويض العادل الشامل للمتضررين معبرا عن آسفه وتألمه تجاه ما حصل من تصرف فردي إجرامي غير قانوني ولا مقبول وأشهد قاية حركة عنصار الله بالوعي الكبير للأهالي في رداء وفي محافظة البيضاء عموما لأن الأعداء حرصوا وبذلوا كل جهد لاستغلال تلك الحادثة وتوظيفها لإثارة الإشكالات الداخلية مضيفا أن موقف الأهالي في رداء كان واعيا مشرفا مسؤولا وعندما لمسوا الإجراءات المنصفة فوتوا الفرصة على الأعداء والحاقدين وأكد أن الدم اليمني غالي علينا ولن نألو جهدا في أن تكون الدماء والعراض والممتلكات مصونة وأهلنا في رداء هم أهلنا وأبناؤنا وإخوتنا ونحن نتألم مما حصل هناك وسخر عبد الملك الحوثي من الموقف الأمريكي تجاه ما حصل في رداء قائلا من الضريف أن تسطر بشأن حادثة رداء المؤسفة إدانا من وزارة الخارجية الأمريكية وتعليقات تحريضية من العدو الإسرائيلي مشيرا إلى أنه كان هناك تحرك في إطار الموقف الأمريكي والإسرائيلي بشأن رداء أمويل سعودي ولفت إلا أن كل مساء الأعداء تجاه ما حدث في رداء تبين أنهم ليسوا مبالين بالأهالي في رداء ولا مبالين بالشعب اليمني وقد سعوا لإبادته مشيرا إلى أن ثقافة أبواغ الأعداء عبر عنها أحد علمائهم بأنه لا مانع من إبادة 25 مليون يمني من أجل مليون آخر وتابع قائلا أبواغ الأعداء برروا الجرائم بحق شعبنا والبعض شارك فيها والبعض الآخر وحرضوا على إبادة الشعب اليمني مضيفا عندما يدرف الأعداء دموع التماسيح فهم لا يبالون بشعبنا أبدا فيما يحصل وكل مسعاهم أن يشوهوا موقف اليمن تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني وأكد قائد أنصار الله أن التوظيف لأي حادثة أو مشكلة أو مظلومية أو قضية هو لتطبيق شعبنا عن التحرك في موقفه العظيم والمهم لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة وختم حديثه في هذا الملف بالقول سأترك الرد على الأمريكي وعلى الإسرائيلي لأهلنا وأحبائنا وأخواتنا في رداء بما يقرسهم شكرا